كل طفل حق أصيل في الحياة هذا ما نصت عليه المادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل هنا غزة حيث يكتب الأطفال أسماءهم على أيديهم ليتعرفوا على بعضهم بعضا حال استشهد أي منهم جراء قصف الاحتلال الوحشي فيرفعون شعار نبقى معا لنموت معا وفي حين يموت الإنسان مرة واحدة يموت أطفال غزة في اليوم ألف ألف مرة أحمد شبات طفل فلسطيني بدلا من أن يحتفل بربيعه الرابع كباقي أطفال العالم بات يبكي ساقيه ففي غارة للاحتلال على منزل عائلة أحمد في بيت حانون استشهدت عائلته بأكملها والمكونة من 17 فردا بينما عاش أحمد بعدما سقط في منزل مجاور جراء القصف الوحشي أعمام أحمد الذين استقبلوه كانوا يعيشون في مخيم النصيرات عندما شن الاحتلال غارته الثانية حيث أصيب أحمد بجروح خطيرة واضطر الأطباء إلى بتر ساقيه نقوم بإجراء عملية بتر للأطراف بسبب الاستهداف العنيف أو الأجزاء المتهتكة في الأجزاء الطفل هذا الرجل اليمنى بتر فوق الرقبة وكذلك الرجل اليسرى سيكون برضو بتر عندنا أو فوق الرقبة ومع نقص الإمدادات والطواقم الطبية في مستشفيات قطاع غزة تم تحويل أحمد إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وإجراء عمليات البتر له في غرفة الولادة نظرا إلى عدم وجود غرفة عمليات جراحية وفي ظل تعنت الاحتلال وإصراره على استخدام القوة الغاشمة التي لا ترحم بشرا ولا حجرا يكون لأطفال غزة نصيب الأكبر من الاستشهاد ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف فإن أكثر من أربعة آلاف وستمائة طفل استشهد جراء عدوان الاحتلال وأن الأطفال يمثلون أربعين بالمئة من الشهداء كما أصيب أكثر من تسعة آلاف طفل بينما لا يزال هناك عدد لا يحصى من الأطفال تحت الأنقاض صرخة أحمد شبات كغيره من أطفال غزة صرخة للمتشدقين بالإنسانية تبكي الحجرة لكنها لا تحرك البشر صرخة لطفولة غادرت عالم الأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر